اشتركوا في القناة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ذروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة والموافقة ايضا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والموافقة على البروتوكول الاختياري الاولى الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي البروتوكولات التي قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن عشر من شهر ديسمبر 2000 الست من أكتوبر 9900 والف والسدس عشر من ديسمبر 66900 والف وقد تترق المجلس مؤخرا إلى وضعية السجون والسجناء في تقرير صدر يوم الثلاثة الثلاثين من أكتوبر 2000 والذي تضمن على توصيات للحكومة بتسريع تفعيل قرار المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية منهض التعذيب وإحداث الآليات الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب التي تنص عليها مقتضيات هذا البروتوكول وللتذكير فإن البروتوكول الاختياري لاتفاقية منهض التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهينة ينص على إحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب تسهر على زيارة أماكن الاحتجاز وتعزيز حماية الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة على العقوبة القاسية ويتيح البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في شأن آخر الآن تبعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأحداث التي رافقت تظاهرات الكويت والتي شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين تعبيرا عن رفضهم لتعدير الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة وما رافقها من فرض قيود على التجمع في نقاط الالتقاء والاعتداءات التي وقعت بحق مجموعات من المتظاهرين وإصابة العشرات بالاختناق نتيجة الاستخدام المكثف للغازات المسيلة للدموع فضلا عن إصابة البعض نتيجة لتعرضه للذرب بالهربة وقالت المنظمة أنه قد جرى أيضا اعتقال بعض المتظاهرين الذي جرى الإفراج عن أغلبهم وقد وثقت مصادرها الميدانية بقاء ستة من المعتقلين قيد التوقيف والتحقيق وقد حذرت وزارة الداخلية الكويتية من ممارسة المواطنين لحقهم في حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الاحتجاج في قضايا عامة ودعت المنظمة في هذا السياق سلطات إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية بضمان حرية الاجتماع والتجمع وما يتصل بها من حرية التعبير عن الرأي وتدعو المنظمة السلطات لإجراء حوار مجتمعي للتوافق حول التعديلات التي تعتزم إجراءها وتتصل بالحق في المشاركة في الشؤون العامة وذلك على نحو يحفظ للكويت منجزاتها الملموسة في مجال احترام الحريات العامة على سعيد آخر من الكويت إلى ليبيا الآن حيث قالت منظمة هيومن رايتس واتش أن على عضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة أن يرسلوا رسالة قوية إلى ليبيا مفادها ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية كما يجب أن يضغط المجلس على السلطات الليبية المعنية معينة حديثا من أجل توفير المحاسبة على الجرائم الجسيمة والجارية في ليبيا ومن المقرر أن تطلع مدعية عامة المحكمة الجنائية الدولية الجديدة السيدة فاتو بنت سودا مجلس الأمن على مجرية التحقيقات في ليبيا يوم 7 نوفمبر الجاري وما زالت ليبيا لم تسلم المشتبه عبدالله سنوسي إلى المحكمة الجنائية الدولية محتجز في ليبيا رغم أن صلاحيات المحكمة بموجي بقرار مجلس الأمن تقتضي أن تتعاون ليبيا معها وهناك أيضا طلب لم يتم الوفاء به لم يسلم ذلك الشخص للمحكمة وتبحث المحكمة الجنائية الدولية في الطعن على اختصاصها المقدم إليها والخاص بمحاكمتها للمتهمة الثاني سيف الإسلام القذافي كما لم تتمكن سلطات ليبيا من السيطرة على الميليشيات المعارضة للقذافي التي ارتكبت انتهاكات وأخفقت في محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وهناك أيضا قانون جديد يسعى بوضوح لحماية أحد الفصيلين الأساسيين في ليبيا في شقائه السياسي والعسكري من العدالة وقال في هذا السياق سيد ريتشارد ديكر مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس واتش أعطى مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في ليبيا أمر ليبيا بالتعاون على أعضاء المجلس أن يوضح لترابلوس أنه لا يمكن تجاهل التزاماتها القانونية وأن الوقت قد حان للوفاء ببنود القرار سبعين وتسعمائة وألف بهذا الخبر أعزائي المشاهدين نصل إذن إلى نهاية نشرتنا شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى لقاء اشتركوا في القناة